في العاصمة عدن بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري مع الممثل الخاص الأمين العام الأمم المتحدة والوفد المرافق قضايا ومشكلات الأطفال أثناء الحروب والنزاعات وأشر اللقاء إلى أن معظم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال تركزت في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية والتي منها ظاهرة الانتهاكات الجسيمة والتجنيد الإجباري والعنف واستخدام الأطفال الأراضي الحربية في الجبهات بينما لم تسجل أي حالة تجنيد للأطفال في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا كما أشرت بذلك التقارير الرسمية والصادرة عن منظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني